يعني حفظ جمهوري اسلامي از حفظ یك نفر ولو امام اعصفاشا اهميتش بشتره خميني جاء ووضع لهم قاعدة ان روح ونفس الامام المعصوم امام الزمان المهدي عليه السلام اقل وادنى في الاهمية من روح ونفس الجمهورية الاسلامية يقول بالنص خميني يقول ان حفظ الجمهورية الاسلامية اولى من الحفاظ على حياة امام الزمان يعني لو دار الامر عندك ما بين ان تحافظ على الامام المعصوم انت في حرب الان والامام المعصوم يتعرض لهجوم وممكن يقتل بسبب ذلك فرضا وفي نفس الوقت الجمهورية الاسلامية تتعرض للهجوم من قبل الاستكبار العالمي وممكن يسقط النظام فانت عليك شرعا ان تترك الامام المعصوم وتذهب لكي تدافع عن الجمهورية الاسلامية ذكرت انا في هو خطاب كان عنده وقرر ارجع الى صحيفة خميني هذه اللي يسموها صحيفة نور موجود الخطاب هناك انا ذكرت بالمجلد وبالصفحة في بعض المحاضرات قاعدة جعلوا لهم قاعدة انه يعني الامام المعصوم لا شيء في سياق في مقابل الحفاظ على النظام الاسلامي ايه كفر هذا اذا طبعا نظام اسلامي عندهم وهو اللا اسلامي في الواقع احمق من يظن ان النظام القائم الان في ايران نظام اسلامي نظام لا علاقة له بالاسلام ابدا الا الاسم المسميات والشعارات التي توظف من اجل المصلحة السياسية احنا لازم نكون منصفين شيعة اهل البيت احنا ليش رفضنا ابا بكر لماذا رفضنا عمر اقام نظاما اسلاميا وبالمناسبة كان يمتدحه الخميني ايضا نظام ابا بكر عمر كان يمتدحه ويستدل به كذلك نحن رفضنا لاننا لسنا كبقية الناس الذين ينخدعون بالمسميات وبالعناوين احنا فتشنا هل النظام الذي اقامه ابو بكر هو بالفعل في مضمونه في احكامه في سيرته نظام اسلامي ام ليس كذلك هذا الذي نحن فعلنا فاكتشفنا ان النظام الذي اقامه ابو بكر ليس نظاما اسلاميا النظام الذي اقامه عمر ليس نظاما اسلاميا نظام الذي أقامه عثمان ليس نظاما إسلاميا نظام الذي أقامه معاوية ليس نظاما إسلاميا وهكذا و هلما جرى إلى زماننا هذا فترة من الفترات عمر البشير أقام نظاما إسلاميا في السودان كان متحالف مع هذا حسن الترابي اللي هلك قبل فترة وجيزة و صارت لعندها الشكل يعني هبة أنه يلا خلين سوي لم نحكم بالشريعة في السودان ما أقررنا بأنه نظام إسلامي في السودان مملكة العربية السعودية تقول نحن نظام إسلامي موشكل ما أقررنا بأنها نظام إسلامي و غير و غير كثير إمارة طالبان كان يقولون نظام إسلامي الدولة الإسلامية في العراق والشام يقولون نحن نظام إسلامي داعش موشكل ما نقر لهم بهذا لأن سيرتهم ليست سيرة الإسلام أحكامهم ليست أحكام الإسلام ما هو الفرق أنا أريد أسأل ما هو الفرق بين هؤلاء وبين نظام أبي بكر وعمر مثلا شن الفرق أنت قارن سيرة النبي صلى الله عليه وآله بسيرة أبي بكر وعمر تلاحظ الفرق إذن ليس نظاما إسلاميا تهى الموضوع